اهلا بكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل مع بعض النهار ده ان شاء الله اتناشر لتر ونص من الدوني معطر الملابس. وبمكون واحد بس هنحوله لكمفورت آآ منعم الاقمشة. هنحسب التكلفة ونقول على كل حاجة واحنا شغالين مع بعض في الفيديو بازن الله. معايا مبدئيا عشرة لتر من المية الدفية. ليه مية دفية? علشان نحط راحنا في الشتة دلوقتي. واجنت السوفت هتحتاج المية دفية علشان تفك معانا بسهولة. اول حاجة نزلت بيا هي اللون. طيب احنا دايما بنشوف الناس بحط اللون في الاخر اللي احنا هنحط اللون في الاول علشان خاطر لما بنحط اجنت السوفت ونقلب ونركنها شوية بتتقل فاللون ممكن يكون ملطش معايا يعني ابيض كده على ازرق. ده في حالة ان انتي هتستخدمي لون. مش عايدة تستخدمي لون خالص ما فيش اي مشكلة. احنا بنحطه بس علشان التصوير. حطيت معايا اللون الازرق وقلبت كويس وتأكدته انه دايب تماما معايا في المايا. انتي بتروح عند بتاع المنظفات بيديكي اه حبة كده بخمسة جنيه ده بالنسبة لللون يعني. ثلاثة جنيه خمسة جنيه زي ما انت عايزة. بالنسبة العجينة السوفت سعر الكيلو النهاردة ستة وعشرين اتناشر عند محلات مستلزمات صناعة المنظفات متين جنيه. انا معايا دلوقتي تمن كيلو من العجينة يعني مية خمسة وعشرين جرام. كل لتر من المية بياخد عشرة جرام من عجينة السوفت. كل عشرة جرام من عجينة السوفت بياخد آآ لتر من المية. بنقطع الكيس او بنفتاح حتة سغننا جدا وبننزل بصرسوب صغير كده. آآ ايد بتقلب و ايد بتنزل بالعجينة. اوعي تفكري تفتح الكيس وتنزلي بها كلها مراح ده في المية و ايه لها تلاقيها? كالكاعة ومشي تعرف ان انت تفكيها خالص. فانت زي ما انت شايفاني كده ايد بتقلب و ايد بتنزل بالعجينة بخط رفيع خالص. هو ايه يا جماعة الفرق بين الدوني الشعبي اللي احنا بنعمل ده لحد دلوقتي اسمه دوني شعبي. ايه الفرق بينه وبين الكمفورت مناعم الاقمشة اللي بيتباع في السوبر ماركت اللي بيكون سعر الكيلو بتاعه مسلا في حدود تمانين جنيه وسبعين جنيه. الفرق التاني بتعامل من شامع البلسم وبقى البلسم. شامع البلسم سعره النهاردة ستة وعشرين اتناشر تلتمية وستين جنيه للكيلو. وسعر ماء البلسم متين جنيه للكيلو. فهو بيكون مكلف شوية. اه لكن طبعا بيدي اه نعمية كبيرة وتعطير للاقمشة زيت طبعا الريحة. اه دلوقتي بعد ما تأكدت ان العجينة دابت معايا خالص في المياه وركنتها شوية علشان يعني زي ما تقوله تتخمر كده او يحصلها زي تخمير. اه نزلت بالريحة العطرية بتاعتي والريحة هي اغلى حاجة خالص في الموضوع. الريحة الازباني الزيتية سعرها النهاردة تسعمية جنيه. سعر الريحة تسعمية جنيه. طبعا احنا بنجيبش كيلو ولا ربع ولا نص والكلام ده كله احنا دلوقتي هنحط خمسين جرام يعني بما يعادل معلقتين كبار ونص من بتوع الاكل. تقدر تجيب الريحة اللي هي التقليد. ودي بيكون سعرها سبعمية وخمسين جنيه برضو مش رخيصة. ولكن احنا زي ما تلكم بنجيب حوالي خمسين جرام بس. بعد ما حطيت الريحة وقلبتها كويس. الاضافة بقى اللي معايا هتحوله من دوني شعبي لمنعم اقمشة هي ماء البلسم. زي ما قلتلكم ماء البلسم سعره ميتين جنيه. انا كل اللي بعمله بحط بس معلقتين كبار وده بيديني نعومة حلوة قوي قوي للاقمشة. يبقى انا كده حولته من دوني شعبي اللي هو الكيلو بتاعه خمسة جنيه عند بتاع المنظيفات. لمعطر وفي نفس الوقت مناعم للاقمشة. وببدأ ان انا اقلب كويس جدا جدا. وعايز اقول لكم ان انتي بتركيني ليلة كاملة وتاني يوم بتلاقي القوام بدأ يتقل معاكي وبناء عليه بتبدأ يتزبطي القوام اللي انتي عايزين. المفروض دول بمنهم مية خمسة عشرين جرام يعني انا هحتاج اتناشر ونص لتر من المية. بصوا ده بقى كان شاكله هنا تاني يوم. الكتع اللي انتو كنتو شايفينها اللي هي لونها ابيض دي كده. بدأت تختفي تماما. وده بكله مع بعض في المية. نزلت بقى بالاتنين لتر التانيين. وقام ده يرجع لك عايزات ايه لعايزة خفيف. بتبدأ يتقلبي. وعايز اقول لك ان انتي مش محتاجة تحطي آآ مادة حفظة لانه والله قبل كده انا ما حطتش مادة حفظة. يعني مرة حطيت ومرة ما حطتش وفي المرتين. ما حستش ان فيه فرق ولا اختلاف. فبلاش تكلفي نفسه. بس لو انتي حابة تستخدمي مادة حفظة اللي هو تعملي كمية كبيرة مسلا ربع كيلو دول ممكن يعملونا مسلا آآ خمسة وعشرين كيلو فالمادة الحفظة يريد تحطيها الاول وتستني لتاني يوم بعد انت تحطي الريحة بتاعة الدوني او الكونفورت. لان انتي لو حطيتي المادة الحفظة آآ بعد الريحة آآ المادة الحفظة هتضيع ريحة الدوني بتاعتنا. لانها بتكون قوية طبعا. انا خلصت الفيديو بس قبل منهي الفيديو حابة ان انا ابارك لمدام صفاء المغيزي بيرجعها بقناتها الجديدة قناة ترند مدام صفاء المغيزي هي استاذة آآ المجال والحياة كلنا تعلمنا منها كتير. هساب لكم اللينك بتاع قناتها الجديدة في التعليقات او في اول تعليق مسبت واعملوه يا جماعة من البيت آآ مشروع مربح وان شاء الله باذن الله ما فيش منه اي تكلفة وما فيش احتمال ان هو يعني يموز معاكي ولا حاجة الموضوع كله زي ما قلت ليك المية واللون وعاجنت الصفت والريحة وخلاص على كده. مية البلسم دي مش اساسي ده في حالة ان احنا عايزين نحوله لمناعم اقمشة. اشوف كم على الف خير.